فرحة غامرة واحتفالات عابرة للحدود بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة تختلف كثيرا عن سابقتها فنظام الحكم تغير من البرلماني إلى الرئاسي وأصبحت السلطة التنفيذية كاملة بيد الرئيس وكذلك قيادة الجيش فاز أردوغان وكذلك فاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بأغلبية مقاعد البرلمان متحالفا مع حزب الحركة القومية ما يوفر للرجل الدعم اللازم للمضي قدما في تنفيذ سياساته من دون عوائق كبيرة غير أن نظرة متأنية إلى النتائج بعيدا عن صخب الاحتفالات تظهر تراجعا في القوة التصويتية لحزب العدالة والتنمية رغم تصدره بنسبة 42.6% مقارنة بآخر انتخابات خاضها في عام 2015 إذ حصل وقتها على 49.5% من أصوات الناخبين ولولا تحالفه مع الحركة القومية فيما سمي بتحالف الجمهور لم استطاع عبور حاجز الأغلبية البرلمانية المطلقة رغم ذلك فإن التحالف الانتخابي مع الحركة القومية ربما لا يستمر طويلا حسب ما يرى بعض المحللين الأمر الذي يضع الرئيس في مواجهة مع البرلمان وقد يفضي في نهاية الأمر إلى انتخابات مبكرة جديدة ومع انقضاء المعركة الانتخابية وإعلان تطبيق النظام الرئاسي يبدو أردوغان في مواجهة تحديات كبرى داخلية وخارجية في ظل علاقات دبلوماسية معقدة مع أكثر جيران تركيا لا سيما في أوروبا والمنطقة العربية تحديات أعلن أردوغان في غير مرة استعداده لمواجهتها مستندا إلى الدعم الشعبي الذي مكنه حتى الآن من التغلب على كثير من العقبات داخل تركيا وخارجها طوال 16 عاما فهل يستطيع الرجل إكمال ما بدأه وبناء تركيا جديدة؟